أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي استمرار مصر في مذل كافة الجهود الرامية لدعم سبل استدامة السلام وترصيخ الاستقرار في القارة الإفريقية وفي كلمة له بمناسبة أسبوع الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعبار والتنمية فيما بعد الصراعات دعا الرئيس السيسي الشركاء الدوليين لاستمرار دعمهم لتعزيز جهود القارة نحو غد أفضل وقال الرئيس السيسي إن احتفال الاتحاد الإفريقي بالنسخة الثانية لإسبوع إعادة الإعمار والتنمية يأتي تزامنا مع تزايد العديد من التحديات والأزمات على المستويين الإقليمي والدولي وهو الأمر الذي يبرز أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتنفيذ محاور سياسة إعادة الإعمار والتنمية في الدول التي شهدت صراعات وتعزيز قواعد وأسس الحكم الرشيد وتنمية سبل استدامة السلام وأكد الرئيس أن مصر أولت أهمية خاصة لجهود الإعمار والتنمية على مستوى القارة بما في ذلك استضافة مصر لمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية باعتباره إحدى الأدوات الرئيسية في إطار بنية السلم والأمن الإفريقية هذا وقد أعرب الرئيس السيسي عن تطلعه لقيام مفوضية الاتحاد الإفريقي بالإسراع نحو اتخاذ كافة الإجراءات الفورية لتفعيل عمل المركز واعتماد هيكله الوظيفي واشدد الرئيس على تضمين المحاور الخاصة بسياسة إعادة الإعمار والتنمية في الخطط الاقتصادية للدول الإفريقية اتساقان مع أهداف أجندة 2063 تتين